أمل أن ينضم إلينا فيه لستوديو الدكتور سوفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق دكتور سوفيان أهلا بك على شاشة الغد مساء الخير صلاة دكتور أبدأ معك مما نقله موقع أكسوس الأمريكي عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت سياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين ما بين إسرائيل وحركة حماس هذا الصحيح بمعنى أن هناك ورقة أمريكية ليست ورقة تعديلات على بعض الكلمات والعبارات تم تسليمها إلى الجانب الوسطى اليوم كانت في مكالمة تلفونية كما مشرة بين الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وبين إسماعين هنية رئيس حركة حماس ولكن في تقديري هذه التعديلات هامشية هامشية بمعنى أنها لا تتحدث بشكل واضح وبضمانات عن إنهاء الحرب على غزة وهي النقطة الأساسية الخلافية التي أفشلت كل الجولات السابقة لا شك أن الأمريكان لأسباب داخلية مهم لهم جدا أن يكون هناك اتفاق وأن يكون هناك صفقة ولا شك أن في إسرائيل أيضا مهم للحكومة الإسرائيلية خاصة في ظل المظاهرات التي نراها تقريبا كل يوم من أهالي الأسرة والاستطلاع الرأي الذي سنتحدث عنه الآن أن غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن نتنياهو لا يبدل جهدا كافيا وهذه الحكومة عمليا لا تبدل جهدا كافيا لإطلاق صراحة الأسرة مهم جدا أن تكون هناك مفاوضات أن تكون هناك عملية تفاوض لأن جاءت فترة الشهر الماضي الأربع سبيع الماضية تقريبا ماتت كل العملية التفاوضية ولا يوجد مفاوضات وبالتالي المظاهرات زادت في إسرائيل الآن الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التعديلات الطفيفة وأنا أقول هنا تعديلات طفيفة لا تغير من الجوهر هي تغير من الصياغة في بعض الكلمات بمعنى مثل ماذا يعني بمعنى في تقديري الشخصي أنها لن تشكل يعني انطلاقة في مسيرة التفاوض هذه التعديلات البسيطة ولكنه جهد هذا مهم بالنسبة لها للأسرة بأن هناك بأن هناك الإسرائيليين بأن هناك مفاوضات صلاحنا في تقديري أن هناك احتمالين لماذا الأمريكان يقترحون هذه الورقة أو هذه التعديلات الأول أن قناعة الولايات المتحدة الأمريكية وقناعة بالمناسبة المؤسسة الأمنية في إسرائي لا تحدث عن الحكومة لا تحدث عن ناتنياو أن الهدوء في غزة إنهاء الحرب في غزة سيجنبهم حربا في الشمال وسيدعم باتجاه التوصل إلى اتفاق مع حزب الله سيما أن هناك ربطا واضحا والأمين العام لحزب الله يقول بشكل واضح طالما هناك في حرب في غزة لا أحد يتحدث معنا عن اتفاق إذن التوصل إلى اتفاق من وجه نظر الأمريكان هذا يحقق الكثير من الإنجازات لهم مصلحتهم أن يكون هناك اتفاق لتجنب حرب في الشمال ومصلحة إسرائيل أيضا نعم المشكلة أن ناتنياهو كما يقول الاستطلاع بالمناسبة إذا كان الأمر يعني يتعلق بمصلحة إسرائيل ولكن يعرض مصلحته للخطر ويعرض استقرار حكومة للخطر هو لن يكترث إلى مصلحة إسرائيل هذه هي المشكلة الأساسية وبالتالي المصاري الأول هو أن يعني هناك بالفعل رغبة أن يتم التوصل إلى اتفاق ولكن التخوف بالنسبة لي أن الهدف هو فقط استهلاك الوقت استهلاك الوقت أمريكي أمريكيا أنهم يبضلون جهودا للتوصل إلى اتفاق ولمنع عدوث حرب في الشمال واستهلاك وقت بالنسبة للحكومة الإسرائيلية أن هناك مفاوضات ولكن حتى الآن حتى الآن يجب أن لا تعقد الكثير من الآمال نعم إلى أن يكون هناك قرارا قرارا إسرائيليا بالتوصل إلى صفقة حتى الآن في تقديري ليس هناك قرارا إسرائيليا بالتوصل إلى صفقة طب اسمح لي دكتور حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا وهو الربط ما بين ما يحدث في قطاع غزة والمناطق الشمالية هل بإقاف العمليات العسكرية في المناطق الجنوبية يعني بالتحديد في قطاع غزة سوف يخفف من حدة التوترات في المناطق الشمالية يعني هذا سؤال كبير المناطق الشمالية المقصود هو بين حزب الله واسو بالضبط لكي لا يكون هناك خلق ما بين شمال غزة والجنوب لبنان هذا سؤال كبير وهذا سؤال مهم إذا كان المقصود بالمرحلة الثالثة أو هكذا سيتم السلوك الإسرائيلي في المرحلة الثالثة كما يفعلون الآن في الشجعية وكما فعلوا قبل شهر في مخيم جباليا وفي الشمال وكما فعلوا قبلها في الشفاء وفي غزة إذا كان هذا الأمر هذا لن يتغير شيئا بمعنى بمعنى أن القتل مستمر الاجتياحات مستمرة الدخول البري مستمر وإن كان بشكل خاطف القصف مستمر الاغتيالات مستمرة لن يغير لا أعتقد في هذه الحالة أن حزب الله إلا إذا كان يتعيب حتى المخرج ولا أعتقد أن الأمر كذلك لا أعتقد أن هذا الأمر سيغير من الواقع في الجنوب اللبناني مع حزب الله سيما أن موضوع الحرب في غزة هو أحد المواضيع أسباب التوتر ولكن هناك قضايا أخرى بالنسبة لتخص لبنان فيما يتعلق بتعديلات حدود فيما يتعلق بالإصرار اللبناني على أن هناك في قرى ومناطق لبنانية إسرائيل لم تنسحب منها مثل مزارة شبعة والغجر إلى آخره عظيم جدا طيب قبل الانتقال إلى ما يحدث في قطاع غزة عسكريا أريد أن أختم معك ملف الجنوب اللبناني بسؤال هل برأيكم إذا ما اتسعت رقعة هذا الصراع هل إيران سوف تنخرط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل نعم أم لا ليس هناك أي ضمانات في حال حدود مواجهة بين إسرائيل وحزب الله أن لا تتسع رقعة هذه الحرب إلى أماكن أخرى بما في ذلك بما في ذلك إيران إسرائيل بالمناسبة إذا دخلت في حرب هي تريد أن تكون الحرب محصورة في الجنوب اللبناني فقط وبالتالي هذا يعتمد على منوجة نظرها يعتمد على رد حزب الله هل رد حزب الله سيقتصر على الشمال أم أيضا سيغطي مناطق أخرى بمعنى يعني كل طرف يريد أن تكون الحرب محدودة ولكن هذا ربما يعرفون كيف تبدأ الحروب ولكن لا يعرفون كيف تنتهي ولا يعرفون كيف تتطور لذلك الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي ترفض وتعارض حربا في الشمال تبادر فيها إسرائيل حتى الآن لكن هذا الموقف أيضا قابل للتغيير وحتى الآن بالمناسبة إسرائيل لا تريد حرب إسرائيل لا تريد حرب لأن الكثير من التقارير تقول أن الجبهة الداخلية غير جائزة مراقب الدولة يقول الجبهة الداخلية غير جائزة بعض المحللين الأسكريين يتحدثون بشكل صريح ووضع أن من الناحية العسكرية إسرائيل بعد ثمان شهور في الحرب في غزة هي غير جاهزة للدخول في حرب مفتوحة في الجنوب اللبناني مع احتمال أن تتوسع هذه الحرب وتتوسع رقعتها وكما قلت ربما تدخل فيها إيران رغم أن هذا احتمال ضعيف جدا بالمناسبة أن تتدخل إيران لأن إيران يعني بمعنى من وجهة نظر إيرانية استراتيجية أن هذه كلها معارك تكتيكية القوة يجب أن يتم الحفاظ عليها للمعركة الكبرى عندما يحينا الوقت طيب دكتور سوفيان بالحديث عن مجريات ما يحدث في قطاع غزة طبعا نعلم العملية العسكرية التي تشن في هذه اللحظات في الشجاعية شرقي مدينة غزة هل يمكن أن نطلق عليها هذه هي المرحلة الثالثة التي صرح بها من قبل القادة العسكريين الإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية؟ يعني هو عندما يتم العودة إلى الشجاعية للمرة الثالثة وفي كل مرة يعني تواجه مقاومة شديدة وكأنهم لم يدخلوا من قبل هذا الأمر لا يثير تساؤل عندما ينهي الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح ويعلن أنه قد قدى على مقدرات المقاومة ولم يعد هناك مقدرات عسكرية لهم والآن نستطيع أن ندعي أننا انتصرنا وننتقر إلى المرحلة الثالثة بمعنى عمليات محددة ما يحدث في الشجاعية وقبلها ما حدث في جباليا بعد أن دمروا ولم يكن أمامهم سوى أن يدمروا تقريبا تسعين في المية من مخيم جباليا ما يحدث هو يؤكد أن المرحلة الثالثة التي يتحدثون عنها بالنسبة لأهل غزة الذين هناك عائلات نزحت للمرة العاشرة وربما أكثر من ذلك دون أن يملكون أي شيء معهم دون مقاومات الحياة ويعني ليس هناك فرق بالنسبة لهم بين مرحلة ثانية ومرحلة أولى ومرحلة ثالثة إذا استمرت معاناتهم وإذا استمرت عذاباتهم وإذا استمر القتل فيهم سؤال آخر في هذه النقطة تكرار هذه العمليات العسكرية فشل عسكري دكتور أم فلس في الأهداف يعني من الصعب القول أنه فلس في الأهداف لأن دائما يخترعوا أهداف ودائما لديهم أهداف وإن كانت للأسف الشديد أن غالبية الأهداف هي عمليا مدنية بمعنى أنت ترى أنهم قصفوا بيت ترى الشهداء نساء وأطفال طيب وين قصفوا ليه كان فيه هناك حضا مطلوب كان فيه هناك مسلحين لم نرى أن هناك من بين الشهداء مسلحين رأينا أطفال ونساء وبالتالي الأهداف ليست مشكلة لديهم ولكن في الإجابة على السؤال أن هذا فشل مجرد أن إسرائيل لها ثمانية شهور وهي قريبة على الشهر التاسع عمليا اليوم 267 من كان يتوقع أن تستمر هذه الحرب 267 يوم في اليوم في اليوم السبعة وثلاثين أعتقد أنني نشرت بوست وقلت فيه أننا في اليوم السبعة وثلاثين للحرب وبعد المكتب سبعة وثلاثين كتبت تلاتة وسبعين بالغلط فكان المعلقين المتابعين قالوا يعني الله أكبر الله أكبر يا دكتور سفيان أنت يعني بتفول علينا الحرب بدأت تستمر تلاتة وسبعين يوم فأنا رديت على بعض منهم قلت لهم إن شاء الله تستمر لعند تلاتة وسبعين يوم وخلص نحن اليوم في اليوم المتين وسبعة وستين هل هذا نجاح؟ 267 لليوم في لديهم أسرة لليوم كل قيادات حماس غالبيتها موجودة وقيادات المقاومة موجودة لليوم لديهم القدرة على تزديد ضربات لكن الثمن صلاح هو غالي جدا الثمن يدفعه أهل أهلنا الذين الآن يقترون في الخيام في هذا الحر القاتل دون مقاومات دون ماء دون كهرباء وفي شمال غزة الوضع بدأ يزداد سواء وتعود المجاعة إلى ما كانت عليه قبل أربع شهور خمس شهور عظيم جدا دكتور في سؤال الأخير ننتقل إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستطلع للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية 66% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو مغادرة الحياة السياسية إلى ماذا تشير هذه الأرقام؟ يعني لم يعد هناك جدل في إسرائيل بدون هذا الاستطلال لأن هذا الاستطلال وتحسيل حاصل لم يعد هناك جدل في إسرائيل أن نتنياهو يشكل عقبة أساسية أولا في طريق إنهاء الحرب ثانيا في طريق وحدة النظام السياسي في إسرائيل في كل ما يتعلق بالانقسامات الداخلية نتنياهو يعني عمليا هو العنوان لذلك غير مفاجأة أن 66% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب أن يرحل وغالبيتهم مع تقديم موعد الانتقابات وغالبيتهم مع تجنيد الحردين وغالبيتهم لا يثقوا أن نتنياهو يتصرف وفقا للمصلحة الإسرائيليين بل وفقا لمصلحته ومصلحة حكومته هذا يعني أمر وهذا لم يحدث في تاريخ إسرائيل لم يحدث أمرين لم يحدث أن خاضت إسرائيل حربا بهذه المدة الطويلة ولم يحدث أن تخوض حربا وعدم الثقة بهذه النسبة العالية في القيادة الإسرائيلية وخاصة في رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي هو على رأس الهرم والذي هو يقود المعركة أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور سوفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق شكرا دكتور شكرا سلام